ويهمنا أن نؤكد مجددا موقفنا كجنود للوحدة الوطنية نحن مع الوحدة مهما كان الثمن ولكن على أسس سياسية قوية ونوايا نظيفة خالية من الشوائب ولكي نكون واضحين جدا فنحن نرى بأن الطروحات المتشددة أو تلك الموغلة في المرونة الرخيصة لا تؤسس الوحدة الحقيقية لذلك كله تبنينا نحن في التيار البرنامج السياسي الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني دورة الاستقلال الوطني كبرنامج واقعي ووثيقة الأسرة للوفاق الوطني كبرنامجا عملي لتحقيق الوحدة الوطنية حتى الآن على الأقل ولكن لماذا أقول ذلك حتى الآن على الأقل وأشدد عليه لأن ذلك البرنامج قابل بل يستحق المراجعة الشاملة المستمرة بعد أن انتهكت دولة الاحتلال كل الاتفاقيات والمواثيق فمنذ اغتيال الرئيس الشهيد أبو عمار حطم الاحتلال كل أسس حل الدولتين ومقوماته وكبل المستقبل ببحر من المستوطنات وسيل من القوانين العنصرية لكل ذلك قد يفقد ذلك البرنامج السياسي صلاحياته قريبا إن لم يكن ذلك قد حدث فعلا ودعونا نتحدث بامثال وضوح والصراحة فإزاء الوضع الراهن وبحكم تدافع الأحداث والوقائع فليس أمام دولة الاحتلال سوى الإقرار بالحقوق الوطنية الفلسطينية وهي لا تريد ذلك أو تكرس احتلال استعماري عنصري لا يستطيع الدفاع عنه أحد حتى أصدقاء إسرائيل وهي تعمل على ذلك ليلة نهار أو الخضوع لحل الدولة الواحدة وهي تخشى ذلك وأنا لا أرى ولا أريد أن أحمل التيار مسؤولية هذا الموقف لكني شخصيا وفي ذل دمار حل الدولتين أقول بأنني محمد دحلان يقبل بالدولة الواحدة كخيار تحدي بعد أن حطم الاحتلال كل أسس حل الدولتين ومقوماته لأن حل الدولة الواحدة سيصبح بديلا طبيعيا لوهم حل الدولتين ولندع المستقبل يقرر نتائج الصراع بين نظام احتلال عنصري يعتمد التطهير البشري والجغرافي والثقافي وبين شعب لا يقتلعه من أرضه إلا الله سبحانه وتعالى شكرا